حسن الله إليك أحد الإخوة يسأل عن مذهب الخوارج من هو زعيم هذا المذهب ومتى انتشر وهل قاومه أحد من الخلفاء الخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة ولي أمر المسلمين يشقون عصى الطاعة ويقاتلون المسلمين ويكفرون المسلم بالمعصية التي دون الشرك الكبيرة التي دون الشرك يكفرونه بها فهم يجمعون بين جريمتين جريمة التكفير بالكبائر التي دون الشرك وجريمة شق عصى الطاعة وتفريق الجماعة وجريمة ثالثة وهي قتل المسلمين أخبر صلى الله عليه وسلم أن الخوارج يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان وهذا دأبهم في كل زمان تجد تسلطهم على المسلمين على مجتمعات المسلمين وأول من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم توالى من بعده الخلفاء وولاة الأمور في قتالهم وقد قال صلى الله عليه وسلم عنهم كلما ظهر منهم قرن قطع والحمد لله يسر الله لهم من من يخمد فتنتهم نعم ترجمة نانسي قنقر